دائما الأزمات ممكن أن تحمل الحلول وهناك اليوم أزمات لكننا متفائلون جدا لأننا نعلم طاقات العراق والشعب العراقي نعلم ما يختزينه الشعب وما يختزينه العراق من طاقات وإمكانيات هائلة نعتقد أن المشكلة الأساسية اليوم في البلاد ليست مشكلة مالية وليست مشاكل أخرى حتى تنظيمية هناك اختناقات كثيرة هناك عقبات كثيرة أولا في عقولنا أقولنا غير مبادرة أقولنا متلقية دائما لا تبادر فقدت الثقة بنفسها عندما تحصل لنا أزمة نقول نستورد الحل من الخارج إن كان فكرة أو إن كان آلة أو إن كان بضاعة نستورد الحل من الخارج عندما نصبح بهذا الوضع فقديث ثقة بأنفسنا لا يمكن أن نتقدم تقدما حقيقيا أن نرفع هذه العقبات أو هذه الاختناقات والمعوقات من أذهاننا وسنجد كم أمامنا من حل بسيط ممكن أن يساهم في حل أزمات نعتقدها خانقة وأساسية هناك في تشريعاتنا اليوم هناك في ممارساتنا اليوم هناك في إدارياتنا اليوم الكثير والكثير من العقبات والاختناقات مجرد رفعها ستعود المياه ستعود الدماء لتحيي تلك العروق التي يبدو أو ستبدو